جومي بحرجها ليلة الاثنين والخميس هتم لبيتك رزق هتخلصك وهتفك وهتمنع جميع أنواع السحرة حتى لو كان سحر الوقف هتطرد العين والحسد من البيت نهائيا بتطرد الشياطين يا جماعة من البيت من غير أي كلمات أو من غير أي حاجة تذكريها لمجرد ما تحرق دي ليلة الخميس وليلة الاثنين تعالوا مع بعض نشوف الطريقة لو عندك حسد أو سحر أي كان نوعه قوته وجبروته من ناس جريبين أو من ناس بعيد تعالوا مع بعض نشوف الطريقة دي اللي لمجرد ما تحرق المكون ده في البيت قسما بالله يخلصك من كل ده وهيملى بيتك رزق ومال حتى لو كنت في ضائقة كبيرة جدا جدا مهما كانت تعالوا مع بعض نشوف الطريقة يا ريت ما تبخلوش على ناب لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعل وزر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد السلام عليكم معاكم قناة روحانيات ست البيت اتنين النهاردة هقول لكم على طريقة سهلة وبسيطة ومكون لو بتعاني من اعراض السحر او عندك سحر فعلا وانت متأكدة او عندك حسد ونظرة او عندك اي نوع من انواع الحسد والسحر في البيت ليكي او لحد اه للعيلة اه للرزقك لمالك لجمالك لشعرك لاي حتة في جسمك اتحسدت او اتحسدتي او كمان عندك سحر اه في البيت اه في دايما مشاكل في البيت اه لو انت متزوجة دايما في خلافات وفي انفصال وفي كل الكلام ده في عندك سحر وقف ولو متعرفيش يعني ايه سحر وقف يعني سحر اه تعطيل وسحر وقف عن امور كتير في حياتك كويسة بتمنعك من الوصول لها حتى لو كانت الامور دي هي اشخاص بتمنعك من وصول لأي حاجة دايما بتحسي بنكد ودايما بتحسي بزعل ودايما بتحسي بملل وعصبية اه وكمان اه عندك نوع من انواع العارض اه بسبب السحر او بسبب اه شيء غلط انت جمت بيه او عملتيه او بسبب صحيانك مثلا متأخر بالليل او كل الكلام ده لانه اغلب الناس اللي بتتعرض حتى للاصحار السفلية هي الناس اللي بتصهر بالليل او اه بتعلي صوت التلفزيون بالليل او بتعلي صوت الموبايل في الليل او كل الكلام ده فا اه بتلاقي بعد كده حياتك فيها مشاكل بتلاقي نفسك دايما اه نومك متلغبط بتلاقي نفسك دايما عندك صداع دايما عندك قلم في الرقبة اه او المنطقة السفلية كده هو في الرقبة وفي دماغك وحاسة ان انت الموضوع ده مش مأثر معا على جوال اي شيء يلا بينا نشوف الطريقة دي لانها سهلة جدا 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 بمكون واحد بس وارخص مما تتخيله تمام حتى لو احتاجت ان انت تدوري عليه دوري عليه بس والله العظيم بجد ده هيخدم كل البيت كل البيت مش انت بس المقوم بتاعنا النهاردة وهو الفسوخة الفسوخة دي موجودة عند جميع العطارين العطارين المتخصصين في ده والغيره ولو كمان تعرف اي عطار ما عندهوش ده تقدر تطلبيها منه ممكن يجيبها لك بعد يوم او اتنين الفسوخة دي جماعة من الحاجات اللي حتى وجودها في البيت بدون حرقها او من غير ما ترشيها او من غير ما ترشيها على الارض في مية او في اي حاجة بتمنع اصلا دخول الحسد للبيت او السحرهية والحنة اللي اتنين مع بعض طبعا الفسوخة في منها احجار وفي منها بودر النهاردة انا مش عاوزة البودر لانه البودر ده او الفسوخة البودر السفرة دي او اللي هي ميلة للبيضة شوية هي المنتشرة عند جميع العطارين وموجودة بسهولة وناس كتير بتجيبها وما بتعملش معها نتيجة لكن انا دي مش اللي انا عاوزها ابدا الفسوخة يا جماعة هي الحجر وهي اللي لها ريحة قوية جدا لها ريحة قوية جدا حتى اثناء حرجها هتلاقي فيها ريحة عطرة جميلة جدا 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 بتخرج منها اثناء ما هتقومي بحرجها او ان انت تدو بها في مية او كل الكلام ده خلاص فكل اللي احنا هنعمله هنجيب الفسوخة الحجر الفسوخة الحجر انا بصراحة ما عرفش اسمها ايه في البلاد التانية او غير مصر يعني بس لو اي حد يعرف ليها اسمي تانية ريتك في التعليقات اشالناس كتير اكيد هتسأل وبتسأل بس الفسوخة لما تيجي تحرجيها ما تحرجهاش لوحدها احرجيها معها يدوبك شوية من الملح الموجود في البيت الملح عموما لما تيجي تعملي بيه تقطقا او ترشيه على الارض او تحطيه في البلاعات او تعملي اي حاجة من الحاجات دي واستخدمتي الملح لازم يكون ملح من البيت يعني لو سمعت الوصفة او الطريقة وحب تعمل الحاجة دي وما عنديكش ملح ما تعمليهاش استني ان انت تجيب الملح ويقعد في بيتك شوية لو لما تبدأيه تستخدميه خلاص لو لما تبدأيه تحطيه في الطريقة دي او في اي طريقة تخص الحسد او السحر او الكلام ده الملح من الحاجات اللي بيتعكس تمام الملح من الحاجات اللي بيتعكس فلو ملح بتستخدميه في البيت للطهي ولا للكلام ده ومش عبوها مفتوحة حالا برضو ما تستخدميهاش حاولي تستخدم الملح في الطرق دي بطريقة يعني بعناية شوية يكون اللي عبوها مفتوحة في الحال تكون في بيتك مش هتجيبه من بره وكل الكلام ده كل اللي انت هتعمليها تاخدي الفسوخ الحجر تاخدي واحدة او اتنين طبعا بيتباع احجار وفي نوع منه بيتباع متكسر بس بيكون احجار بواقع احجار في كل الحالات دي بيكون الفسوخة الحجر هتاخدي منها واحدة او اتنين وتجومي بحرقها على البوتجاز مع معلجة صغيرة من الملح الموجود في البيت اي ملح بودر او حجر عندك وطريقة الحرجة هتكون عن طريق ان انت تسخن عين البوتجاز كويس وتبدأي ان انت بعد ما تسخنيها جدا جدا توطي النار يعني سخنتي في الاول بعد كده تهدي النار بعد كده تحطي الفسوخة عليها الفسوخة الاصلية مش هتسيح معاك هتطلع تبخيرة وتتبخر بالملح وتعمل تقطجة وصوت كده هو تقطجة تمام لكن الفسوخة اللي مش اصلية هي اللي هتحسيها بتسيح معاك بتسيح زي المية تمام ودي اللي بتكون عادة اللي بتكون الفسوخة الغامجة الغامجة مش الفتحة دي اللي انا جايبها فانا جايبها لك صورتها وشكلها اهو علشان تاخديها كده بكل ما فيها وتروح تجيبيها نفس النوع النوع ده على فكرة ناس كتير ما تعرفش فوائده في البيت النوع ده وجوده في البيت كده في مكان عالي واحدة او اتنين منه بيمنع حتى الحشرات من البيت الحشرات اللي جاية بسبب الحسد او اللي متسلط عليك بسبب سحر يعني عملوك سحر علشان يقزوك يخرجوك من بيتك يكرهوك في بيتك يكرهوك في نومتك في المكان الفرشة اللي انت بتنامي فيها كل الامور دي في ناس مؤذين على فكرة كتير جدا 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 بيعملوا الحاجات دي وبيستسهلوها لدرجة انهم بيعملوها لشخص واثنين وثلاثة ما فيش عندهم اي كلمة حرام او كل الكلام ده يعني خلاص وهو نوع من انواع السحر يعني ما فيوش اي استهوان طيب هتحرج دي يا اما الفسوخة تنحرج بالملح يا اما ليلة اللي اتنين الليلة اللي صابح فيها يوم الاتنين يا اما ليلة الخميس مش ليلة الجمعة عشان في ناس كتير بتفتكر او بعض المتخصصين يقولك لا الفسوخة بتنحرج ليلة الجمعة لا ليلة الخميس يعني اليوم اللي صابح او الليلة اللي صابح فيها يوم الخميس والليلة اللي صابح فيها يوم الاتنين اللي اتنين والخميس الليلة بتاعتهم مش هما مش اليوم نفسه المهم قبل ما يجي فجر يوم الاتنين او قبل ما يجي فجر يوم الخميس تكوني حركتي حجر او اتنين مش اكتر من كده يعني من الفسوخة الحجر الفسوخة البودر في ناس كتير بتجيبها في البيت بتدوبها في المياه والفسوخة برضو الحجر بتدوبها في المياه وترشها في الاركان برضو ليلة الاتنين وليلة الخميس في حاجات كده وحاجات بسيطة يمكن ما تخديش بالك منها زي بعض القراءات أو بعض الآيات أو بعض الصور من القرآن في لها توقيت معين في الإسبوع أو توقيت أو ساعات معينة من النار لازم تنقرق فيها زي صورة الواقع والكهف وصورة البقرة والمعاوزات مش في أي وقت تقرأيها لو هتقرأيها للرزق أو للحسد أو للزحر خلاص كده زي ما اتفاجنا وتكلمنا عن الموضوع ده في فيديوهات كتير قبل كده موجودة في القناة احرجي الفسوخة والملح ليلة الاتنين والخميس قسما بالله هيملأ بيتك مال ورزق وخير وهيمنع دخول الحسد والسحر حتى لو كان سحر تعطيل أو سحر وقف أو أي نوع من أنواع السحر الأسود يا ريت باجا ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو واشتراك للقناة علشان تدعمونا نقدم لكم مزيد من الطرق أسيبكم في رعاية الله وحفظه هشوفكم فيديو جديد وطريقة جديدة بإذن الله انتظرونا ولوليكم